أنشأ الفيسبوك مجلسا مستقلا للإشراف على المحتوى المنشور فيه واتخاذ قرارات باستمرار نشر هذا المحتوى أو حذفه من فيسبوك وإنستجرام طبعا ولأن المنصتين عالميتان فالمجلس يحتاج لخبرات من حول العالم بما فيها خبرات من العالم العربي وقال إن بعض الأعضاء قد لا يتوافقون في أرائهم مع العديد من أراء الناس لكن اختيار أعضاء المجلس تم على مبدأ تمثيل وجهات نظر وخلفيات متنوعة نحن لا نستطيع أن نكون مستقبلة لكنه يهم مهمة أن نكون مختلفة من المجلسين تطبيق المنشور للجلسية للجلسية يحتاج إلى مستقبلة المنشورة 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 ونحن نختلف من كل مكان العالم ونحن نستطيع أن نتقل لكننا لدينا دوماً نحن نحن مختلفة من فايس بوك ونحن نقلل لإمكاني الإمكان للإسماء ونحن نحن 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 الناشطة اليمنية توكل كرمان هي شخصية العربية الوحيدة في هذا المجلس وكانت عضواً في حزب التجمع اليمني للإصلاح إلى أن جمدت عضويتها بعد انتقادها للتحالف العسكري بقيادة السعودية لكن كرمان ما تزال ناشطة في الصحافة وأيضاً ناشطة حقوقية ربما تذكرون أنها أول امرأة عربية تفوز بجائزة نوبل للسلام لدورها في مظاهرات اليمن لقبوها بأيقونة الثورة اليمنية شاركت بتأسيس منظمة صحفيات بلا قيود مجلة التايمز الأمريكية وصفتها بالمرأة الأكثر تمرداً في تاريخ إبان انتفاضات ما يعرف بالربيع العربي في عام 2011 لكن اختيارها أثار جدلاً بشأن حيادية المنصة فيسبوك فأعلنت شخصيات إعلامية سعودية مقاطعة فيسبوك احتجاجاً على اختيارها محمد آل الشيخ يقول يجب أن ينسحب السعوديون والإماراتيون والبحرينيون والمصريون من فيسبوك بعد أن تولى التوكل كرمان هذه المرأة المؤدلجة التي تنشر البغضاء والكراهية منصباً في فيسبوك مها بن شعلان تقول تعيين توكل كرمان في إدارة المحتوى بفيسبوك وإنستجرام سوف يسهم في توغل الإخوان وفكرهم في تشكيل المحتوى ورغم جهود العالم الكبيرة في محاربة التطرف إلا أن فيسبوك ارتكب خطأاً كبيراً فتاريخ هذه المرأة ومواقفها السياسية لا تتناسب مع هذا الدور تغريدة ثالثة من حمد محمد يقول أرفض وجود توكل كرمان بمجلس حكماء فيسبوك كونها لا تتقبل رأي الآخرين وغير مستقلة أما كثير من المغردين فقد أعادوا نشر تغريدتها التي تنتقد فيها دورة السعودية في اليمن تقول هي في هذه التغريدة يا أهلنا في نجد والحجاز وعسير أسقطوا آل سعود الذين ساموكم سوء العذاب تفلحوا إلا أن ذلك لم يمنع الكثيرين من الفرح بما حققته توكل أشفق على الذين هذا صلاح الملك يقولي أشفق على الذين تهجموا على سيدة توكل كرمان ما هذا الحقد نختلف سياسيا معها نعم لكن وصولها إلى هذا المكان هو فخر لكل يمني ويمنية فضلا عن ذلك قال مغردون أن التوجهات كرمان مرتبطة بالتوجهات التركية فطالما طالبت أنقرة بعدم التفريط بقضية مقتل صحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول توكل كرمان غردت ردت على الحملة الموجهة ضدها بالقول أتعرض لتنمر واسع وتحريض فضيع من قبل الإعلام السعودي الموجه وحلفائه المهم أن أسلم من المنشار الذي قطعت به جثة المرحوم جمال خاشقجي أنا ذاهبة إلى تركيا وأعتبر هذا بلاغا لرأي العام رسالتي هي الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان أنا أدافع عن خصومي قبل أصدقائي ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 اشتركوا في القناة